حضرتك حاولت تحصر أكتر المواقف اللي ممكن يكونوا بيتحطوا فيها الأزواج بتسبب مشاكل أو ممكن تسبب اختلافات ما بين الرجل والستة علشان تحاول تساعدهم عن فك هذه التلاصم إلى حد ما تجنوا بالمشاكل تجنوا بالمشاكل خلينا نقول إن الشفرة مش هتتفك الشفرة صعب بس يعني تجنوا بالمشاكل قدر من تلك محاولات محاولات طيب انت شايف إنه فعلا الستات صعبة قوي كده بجد ست كائن حقيقي صعب إنه هو يتفهم صعب إنه هو يتم التعامل معاه بسلاسة وبدون مشاكل بدون شك بجد بجد نحن طيبين قوي ما تنكروش إنه في بعض الأحيان أنتو نفسوكم وبتبروش فاهمين نفسوكم ده ملوش حلقة بحاجة طبعا يعني برضو إحنا مش فاهمين قوي بس يعني في الآخر طيبين كائن لطيف جدا ده لما قولتش حاجة طبعا طبعا لما بيتم التعامل معاه بشكل لائق و بشكل زريف بيبقى زريف كده ما قلناش حاجة ولكن فاهم طريق التفكير الست ده حاجة معقدة جدا هو ده اللي صعب يعني طبعا كائن لطيف وجميل والحياة ما تنفعش من غيره أسئلته كتير شوية كلامه كتير شوية بس معلش طريقة التعامل عاملة زي ما يكون في حد عنده عربية بس سوقتها صعبة قوي عربية حلوة جدا فور بلفور عربية حلوة جدا بس مش عارفة سوقها أيوة يعني هنا ده دليل القيادة يعني جميل تعالوا نتكلم شوية عن فكرة عدم التفاهم اللي أحيانا بتبقى موجودة ما بين الأزواج وممكن يكونوا بيحبوا بعض جدا على فكرة بس هم مش عارفين يتعاملوا مع بعض وده طبعا بيتسبب بعد كده في مشاكل كبيرة جدا مفاتيح أكيد فيه مفاتيح للعلاقات أكيد فيه مفاتيح للتفاهم عشرت للحاجات شبه كده اللي في الكتاب بتاعك؟ هو جزء كبير من المشاكل بيبقى توقعات توقعات كل طرف متوقع من الطرف التاني ولما التوقع ده ما بيحصلش بيحصل المشكلة لكن إحنا يعني كانت الفكرة مش إن إحنا إحنا بنتكلم في إطار ساخر في الآخر فما كانتش الفكرة إن إحنا مصلحين اجتماعيين بنحاول نلاقي حلول المشاكل ولكن بنقول لما المشكلة دي تحصل إيه أسلم طريقة عشان نعدي بيها المشكلة فهتلاقي النصايح كتير جدا للرجالة إذا حصل كذا اعمل كذا إذا سألتك السؤال فلاني أعرف إن وراء مشكلة إذا عملت إيه توقع خروج آمن من الموقف فيه فصلة عن الخروج الآمن وإزاي الرجل يخرج من جميع ما يتنكد عليه طلع علينا إشاعة رهيبة رهيبة بجد إشاعة دي يا جماعة أنا يعني بجدد ضدها جدا وهي فكرة إن الستات هم سبب في النكد أو الست نكدية والراجل يا حبيبي فرفوش فرفوش مين ألكد؟ آه فرفوش فرفوش مفيش الكلام ده خالص لا لا خالص الستات نكادين لا خالص دق إحنا بنحب تضحك وبنحب الهزار وبنحب الخروج وبنحب الشوپنج وبنحب الأكل فين بقى النكد في الموضوع آه النكد مش جاي من عندنا خالص لا مش من عندكم صح خالص ظلم خالص الرجل إنسان ظالم حقيقي مش ظالم مش ظالم بس هو دراماتيك شوية الرجالة غوية دراما فعلا آه طب هو إحنا نعرف إن فيه مصطلح اسمه دراما كوين صح مفيش دراما كين مفيش دراما كين صح هيعمله هيعمله دراما كين طيب الموضوع ما هوش ظلم فيه يعني فيه أصل للقصة آه ولكن آه يعني آه أنتو بتقولوا إنه هو إشاع أنا ما اعتقدش إن السنتات بيحبوا النكد خالص خالص إلا لو بقى في مشكلة كبيرة جداً ومدايقاها بجد وتي بقى قصة تانية إنما الست ما بتحبش النكد في البيت الست بتحب يكون بيتها هادي يكون بيتها رايق تكون مرتاحة وبالتالي زوجها مرتاح أنا ما اعتقدش إن السنتات نكادية خالص والله لو السنتات زي ما حضرتك بتقولي كده يبقى ما فيش مشكل يعني هو ما فيش مشكل على فكرة يعني اللي قليلة جداً آه طبعاً آه طبعاً بس بجد السنتات نكادية أكتر آه ما نقدرش نقول ما نقدرش نعمم السنتات نكادية أكتر بس هما مشهورين بالنكاد لا دي سمعة ما تصدقش دي سمعة آه دي سمعة ما تصدقش الكلام كان فيه قول بيقول إن النكاد هو مشهورة بيه السنتات ولكن الرجالة مبدعين أكتر فيه زي الطبيخ بالزبط آه يعني السنت عادة هي المشهورة بالطبخ بس أحسن الطهاف العالم هما رجالة فيه قول يعني شبهه عن النكاد ولكن يعني الأكيد إن فيه نكاد مين السبب فيه بتختلف بقى حسب الزور على حسب الموضوع اشتركوا في القناة